أهلا بي سيدة المشاهدين الكرام كان فيه السيدة محمد سألت من كم حلقة فاتت بتسأل على إنها ما بتصلي بتكون شاي لابنها والابن قد يصيب الملابس بتاعتها بول هذا الرضيع فهي تعمل تخرج من الصلاة ولا تكمل صلاة ده كان سؤال السيدة محمد هو بيرى جمهور الفقهاء السيدة محمد إن بول الصغير ده نجس من وقت ما يتولد وما فيش فرق في هذا الأمر بين كون المولود ده أو الرضيع ده ذكر أو أنسى وما فيش فرق برضو بين كون هذا الرضيع لسه ما بيكلش الأكل أو إنه بدأ يتناول الطعام بالفعل إنما الفقهاء فرقوا بين في كيفية التطهير بتاع ما إذا أصاب السوب بول ذلك الرضيع فإذا لم يكن الطفل قد تناول الطعام في سن الرضاع يعني بس فقط هو في وقت رضاعي يبقى في الحالة دي ما بدأناش نأكله أو ندخله أكل فبيكتفى في التطهير بتاع السوب إن إحنا نرش المياة اللي بيسموها نطح الماء فبرش المياة لأنه فقط هو هذا الصغير أو هذا الرضيع في وقت رضاعي ما بدأناش ندخله أكل وأصاب السوب بتاعي البول بتاعه في الحالة دي حرش مياة اللي بسميها نطح الماء دي طريقة تطهير السوب طيب لو بدأ ندخله أكل أو لو بدأ يأكل ندخله الأكل فإحنا في الحالة دي هيبقى لابد من غسل هذا السوب وعلى ذلك لو تعلق الصغير كده وأنا شلته تعلق في رقبة أمي أو هي مسكاة وهي تصلي وأصبها بشيء من البول فقد اختل شرط طهارة الثياب يا سيد أمم محمد وعلى حضرتك في الحالة دي إنك تخرجي من الصلاة وتقومي بتطهير التوب بتاعك إما بالرش أو نطح الماء عليه أو إنك بتخسليه على حسب التفصيل والبيان اللي أنا قلته من تناول الطفل للطعام أو عدم تناوله للطعام لكن في حاجة يعني تيسيرية كده وردت في مذهب السادة الحنابلة بجواز أنا مثلا مش عارفة الولد على طول بيعيط الرضيع ده وأنا مش عايزة أركز في الصلاة أقدر أخذ بقول السادة الحنابلة بجواز إن حضرتك تقدري تجمعي بين الصلاوات من دون قصر وأجازه ذلك للمرأة المرضعة تخفيفا لها من مشقة حصول النجاسة والثياب والحاجات دي فيمكن إن حضرتك تجمعي الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير حسب الحالة اللي حضرتك تقدري إنك تبقي متفرقة فيها للصلاة كمان أقدر بجمع المغرب أو العشاء حسب ما تسمح ظروف حضرتك جمع تقديم أو جمع تأخير يعني بيرفع أداني الظهر بصلي الطفل بتاعي ده المولود ده نايم أقدر أصلي الظهر أخل أربع ركعات وأسلم وبعدين أبدأ أصلي العصر جمع تقديم بصلي أربع وباجي بقى في وقت العصر لا ده أنا مش سامح وقت الظهر بالنسبة لي فممكن في وقت العصر وهو نايم الرضيع ده أقوم أصلي أربع ركعات الظهر مع أربع ركعات العصر يعني إما جمع ده اللي أصده بجمع تقديم أو جمع تأخير وإنت في الحالة دي إحنا بناخد بما ذكره الحنابلة في هذه المسألة تيسيرا على المرضع ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول ترجمة نانسي قنقر